ورحب بكم أعزائيكم وmişاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا حد مع وقف التنفيذ ونشوف السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب بحديث سعد ابن عبادة رضي الله عنه حينما طلب منه النبي إحضار أربعة شهود لو رأى رجل مع امرأته لي سؤال إذا لم يجد لديه شهود فمن أين يأتي بالشهود هل يذهب للشارع ويخبر أربعة من الرجال أن زوجه الآن تعمل الفاحشة ويريدهم أن يأتلوا يشاهدوها تعمل الفاحشة حتى يشهدوا عليها هل هذه الأمر تقبله النفس أم أنه صعب عليها وضح لي بارك الله فيك هنا السؤال عن حديث سعد بن عبادة لما الرسول قال له لو لقيت مع امرتك راجل تجيب أربع شهود فالسؤال عن يجيب شهود إزاي هل ينزل الشارع ويقول للناس أن امراته بتزني عشان يروحوا يشهدوا عليها خلينا نشوف الإجابة قال تعالى والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربع منكم سورة النساء 15 وقوله والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم سمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولائك هم الفاسقون سورة النور 4 وقوله تعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولاك عند الله من كذبون سورة النور 13 وروا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجل أمهله حتى قاتي بأربعة شهداء قال نعم يبقى هنا ذكر سورة النساء 14 وصورة النور 31 والحديث اللي في صحيحه مسلم لما سعد بن عبادة قال لرسول الإسلام إن وجدت مع امرأتي رجل أمهله حتى قاتي بأربعة شهداء ورح الرسول قال له نعم علشان يؤكد فعلا إن لازم أربع شهود على حدثة الزنا طبعا زمان الرسول كانت إيه خيام وكانت بيوت بدائية جدا فالتشريع ده يصلح للخيام مش لدلوقتي وكمان مين ممكن يكون بيزني وحد شافه يكمل عادي غاية ما يجيب أربع شهود يشهدوا عليه لو اتنين بيزنوا في فراش ودخل عليهم أربعة وهم في حالة الزنا التشريع ده يعني طبعا مش هيكملوا فالتشريع الإسلامي لو أربعة دخلوا على اتنين طبعا مش هيكملوا فبيعتبروه لمم ولا هيتجلده ولا هيترجمه يعني التشريع ده مش بيعتبرهم أصلا زنا واللي بيسأل بيقول أنزل الشارع أجيب أربع شهود ونكمل الإجابة فثبت بذلك أن البيانة التي يثبت بها الزنا هي أربع شهود وهي أعلى البيانات والشروط التي يجب الوفاء بها لأجل هذه الشهادة يصعب تحقيقها جدا وذلك لما لهذه التهمة من خطر عظيم على الأعراض ومعرة بالغة تلحق بمن رمى بها وبأهله يبقى البيانة اللي يثبت بها حد الزنا أربع شهود يعني الشروط إثبات الزنا دي صعبة جدا تحقيقها علشان التهمة دي لو ثبتت يعني العارب يلحق بصاحب التهمة وأهله طب تعالوا نفكر أنا لو حطيت شروط حكم صعب تحقيقه يعني بقول إيه إذني يعني أنا كده كأني بقول إيه إذني ومحدش همزك عليك غلطة ما تخافش لأن الشروط أنا حاطيتها مستحيلة أصلا يعني أصلا الشروط دي لا تتوفر في زي منزق وقت الرسول الإسلام ولا حتى دلوقتي يبقى السؤال انت شارت أربع شهود اتحطت ليه لما كان حد الزنا بالاعتراف أو الحمل خلاص ما تحطش أربع شهود يعني ما تزود ليش الطينا بل خلاص اللي يعترف أو الحمل هو اللي بيبين أنك زنت أو ما زنتش خلينا نكمل قال ابن قدامى رحمه الله ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط أحدهما أن يكون أربعة وهذا إجمع لا خلافة فيه بين أهل العلم وأنظر بقية الشروط في المغني ابن قدامى قال إن شهود الزنا لازم تتوفر فيهم أربع شروط منها إنهم يكونوا أربعة وده إجمع وما فيش خلاف فيه وأنا أحكي لكم حاجة المغيرة بن شعبة بيزني وراحوا شهدوا عليه عند عمر وأن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنة لما شهدوا بيه عند عمر يقول لك هما كانوا مين كانوا أبو بقرة ونافع ونفيع وزياد فصرح بذلك أبو بقرة ونافع ونفيع أما زياد فقال له عمر قل ما عندك وأرجو أن لا يهتك الله صحبيا على لسانك يعني عمر لقنوا الإجابة إنه ينكر اللي شافه وبالتالي التلاتة اللي شهدوا اتجلدوا يعني الحادثة الوحيدة اللي فيها شهده أربعة برضو ما تمتش فيها حد الرجل وخلينا نكمل للإجابة ثانيا حال الزوج مع زوجته يختلف عن حال غيره فالزوجة في رأش الرجل ولا يكاد يقدم عاقل على رمي امرأته أو الشهادة عليها بذلك إلا وهو صادق لما يلحقه هو أبناءه من العار في ذلك ثم أن الزوج يطلع من زوجته على ما لم يطلع غيره عليه وقد يقف منها على ذلك في حين يتعذر على غيره أن يعرفه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن له حقا في هذه الجناية التي ارتكبتها المرأة فقد جنت عليه بترويس فراشه وشرفه وصمعته وانتهاك حرمته هنا بيقول إن ما فيش راجل ممكن يرمي مراته بتهمة زي كده علشان الأضرار اللي هتلحق به هو أطفاله فلو راجل هيتكلم عن مراته زني أكيد هيكون مش بيجذب طيب أنا هنا عندي سؤال أنا لو عطيت سكينة لمجنون والمجنون ده أتل بيها حد دي غلطتي أنا ولا غلطة المجنون غلطتي أنا لأن أنا عارف إن المجنون ده غير متزن عقلية مستحيل شرع الله يكون فيه صغرات شرع الله الحقيقي بتكون شريعة محكمة ممكن فيه واحد يتبلع عبراته إحنا ما نعرفش أكيد يعني كل يعني كل الناس زي بعض وممكن كمان يعملوا أكتر من كده الناس مش كلها أسوياء ونخلينا نكمل الإجابة ونشوف لو فيه واحد معرفش يجيب شهود ولأجل ذلك فقد راعى الشرعي الجانبين جانب البيانة في ثبوت الزنا إلا أن يثبت بأقل من أربعة شهداء ولا يحل الأحد أدياري من أحد من المسلمين بتلك الفحشة إلا أن يأتي بالبيانة الشرعية أو اعتراف الزني سواء في ذلك الزوجان وغيرهما فمن قصفها مسلما بالزنا لم يأتي بالبيانة الشرعية فقد استحق حق القصف ولو كان قد راب زوجته لكن لما أصبك ذكره من خصوصية تتعلق بالركل فقد جعل الله له مخرجا من ذلك وهو أن يلعنها من إزرامها بالزنا ولم تعترف هي به يعني أنت لو شفت مراتك بتزني أو أي مسلم شاف مراتك بتزني لازم يعمل إيه يجيب شهود على إيه الزنا أو هيحصل فيه أنه هو يتجلد ودي فعلا حصلت مع هلال ابن أمية شفت مراتك بتزني راح للرسول قال له هات أربع شهود إما حد في زهرك وطبعا بقي الإجابة أنا هسيبها لحلقة تانية اللي هي إيه ما هو اللعان وصغرات التشريع الإسلامي فيه وخليني حلقة النهاردة كانت عن إيه إن في حد وهمي اسمه حد الزنا وأثبتنا النهاردة إن مستحيل حد يثبت حد الزنا بأربع شهود وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر